اشتركوا في القناة وشاركت في الفيلم الى جانب الممثل مارلون براندو دو الثامنة والاربعين عاما حينها واضاف بانه اراد ان يظهر المشهد طبيعيا ويرى المشاهد الاذلال على وجه شنايدر التي كانت تبكي وتصرخ بشكل حقيقي وليس تمثيلا وهو الامر الذي دفع بالعديد من النجوم للتنديد بالموقف وابداء غضبهم ومنهم جيسيكا شاستاين وكريس إيفانز وغيرهما من النجوم اشتركوا في القناة